موسيقى بسم الاب والابن الروح الكدسة الاله الواحد امين اليوم الثلاثاء من الاسبوع الخامس من الصوم المقدس ورسالة ربنا لينا النهاردة ان هذا الشفاء لا يأتي الا من خلال رجاء الحياة الابدية نحن نشفى حينما نؤمن ان لنا رجاء في الحياة الابدية عشان كده الكاثليكون بيكلمنا يا اولادي نحن الان اولاد الله ولم يظهر بعد ما سنكون ولكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله لاننا سنراه كما هو كل من عنده هذا الرجاء به بالمسيح يطهر نفسه كما ان ذاك طهر عشان كده نفهم كويس قوي ان كل من يفعل الخطيئة هو يفعل التعدي لان خطيئة هتتعدي وتعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع عنا خطيانا وليس فيه خطيئة كل من يثبت فيه لا يخطئ وكل من يفعل الخطيئة لم ينظره ولا عارفه عشان كده الشفاء هو حياة البر حياة الطهارة حياة النقاوة الانسان يشفى من داخله بسبب طهارته وبره ونقاوة قلبه حياته الاستقامة حياة الاستقامة تدي شفاء للانسان اما الخطيئة والتعدي تجلب للانسان الامراض والتعب والمشكلات عشان كده انت محتاج انك انت تضع رجاءك كاملا فيه في المسيح نفسه الذي يعطي هذا الشفاء لكل انسان عشان كده لا يضلكم احد لا يضلكم كل من يفعل البر هو بار ولكن كل من يفعل التعدي هو من ابليس وابليس دايما يخطئ من البدء وعلشان كده اولاد الله ظاهرون اللي بيعملوا الخير والبر والتقوى اللي بيعايشين بالاستقامة ظاهرون اعمالهم ظاهرة صحتهم ظاهرة شفاءهم واضح اما اعمال ابليس فهي ظاهرة ايضا بكل اعماله بكل طرقه الخبيثة وبكل طرقه الملتوية والغواية اللي بيحطها في الناس عشان كده انت محتاج لهذا الشفاء لكي تنظر جيدا ان يكون رجائك هي رجاء واحد فيه تنظر له وتتمثل به لانه هو شفاءنا هو برنا هو طهارتنا ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة الى الابد امين اشتركوا في القناة